هلال شيعي كما وصفه الملك الأردني عبدالله الثاني وأحلام توسعية إيرانية بلغة الواقع ذلك ما رسمت خطوطه العريضة ثورة الخميني قبل سنوات تمكن مهندسه اليوم من وضع أساساته ورفع دعائمه في سوريا مشتغلين الفوضى التي تعم المنطقة قريبا من هذا الوصف تفصل صحيفة الجارديان البريطانية في الخطة الإيرانية للتغيير الديمغرافي في سوريا لتعزيز نفوذها في المنطقة عبر عدة آليات وجلت في المأساة السورية جواً مناسباً لتنفيذها تجنيد الميليشيات العابرة للحدود وتقطيع اللون المذهبي الواحد بشرائط طائفية وشراء العقارات وإحراق السجلات العقارية للنازحين واستقطاب الشعة إلى المزارات كلها طروق سلكتها إيران لتنفيذ خطتها في التغيير الديمغرافي في سوريا بحسب صحيفة الجارديان الصحيفة أشارت إلى الدور الكبير الذي لعبته ميليشيا حزب الله اللبناني في تهجير أهالي المنطقة الواقعة بين سوريا ولبنان في بداية الحراك السوري المسلح حيث نزح أهالي تلك المناطق بفعل الحرب وبعد انتهائها يمنعون من العودة إليها فيحل محلهم وافدون جدد وبينت الجارديان أن الوافدين الجدد يتبعون مذهبا غير الذي كانت تتبعه العائلات المسلمة السنية التي كانت تشكل الأغلبية في تلك المناطق سابقا كما أنهم أي الوافدين الجدد يمثلون طلائع التحركات الرامية لعادة أعمال المنطقة بالمسلمين الشيعة ليس فقط من الأماكن الأخرى في سوريا ولكن من لبنان والعراق أيضا كما وصفت الجارديان وأشارت الجارديان إلى انتقال عملية التغيير الديمغرافي من الأرياف إلى قلب المدن الكبرى كمدينة حمص إذ هجرت أحياء حمصية بأكملها من أهلها السنة وأحرقت السجلات العقارية فيها لضياع ثبوتيات الملكية بعد انتهاء الحرب كما ترى الصحيفة أن إيران تلجأ إلى شراء العقارات في المناطق التي لم تشهد حربا في قلب العاصمة دمشق عبر تخيير أهلها بين البيع أو التهجير القصري ويختم تقرير الصحيفة بالحديث عن عشرات الميليشيات الشيعية التي باتت وعائلات أفرادها اللون المذهبية السائد في المناطق الممتدة من حمص إلى دمشق الأمر الذي صار يشكل خطرا على العمق السني ليس في سوريا وحسب بل في الشرق الأوسط بأكمله